موسيقى البرح كنا نظمنا ملتقى لتقديم زوز دراسات دراسة الأولى حول العنف الرقمي المصلت على الناشطات في الفضاء المدني في تونس والدراسة الثانية هي عبارة على دليل تطبيقي مواجه للناشطين وناشطات في المجتمع المدني بيش يحفظوا على صحتهم النفسية الدراسة الأولى الفترة منتع إعدادها تمت من 25 جولي 2021 إلى 25 جولي 2022 تم فيها رصد العديد من المنشورات على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب بصفة خاصة هي اهتمت أكثر بالمنشورات اللي فيها إنسان ناشطات وإلا محاميات صحفيات كانوا قدلوا برأيهم في قضية ميتهم الشأن العام وتم دراسة خاصة التعليق اللي جيت ما بين التعليق الإيجابية والسلبية على سبيل المثال تم دراسة التعليق والمشورات الموجودة في صفحة أصوات نيسي في الفترة من 8 جوليه إلى 8 أوت 1400 كلمة سبعين بالمئة منهم فيهم عبارات نابية أي شتم سب هاتك أعراض إلى غير ذلك نفس الشي القناة في صفحات أخرى نلقاوا اللي وين فما كل ما فما امرأة تحب تعبر على رأيها وتعطي رأي مخالف للرأي السئد إلا وتنهيل عليها التعليق المسيئة والمشينة والكل وهذه هي مشكلة ما طالش كان الناشطات ولكن أيضا زادة الصحفيات في نفس الفترة اللي حكينا عليه متأعداد الدراسة وحدة الرصدة طيب علي نقابة الصحفيين رصدة 15 اعتداء رقمي على الصحفيات في تونس منهم نحكي وحتى فما التهديد بالقتل وصل الوحدة من الصحفيات فما التهديدات أخرى التعنيف إلى غير ذلك هذي الكل معناها جي ما جيش من ذي إب منفردة معناها حسب مارينا في البروفيل مجموعات متنظمة في أكثر الحالات ديفو بروفيل حسابات وهمية تتخلق بالوقت لشن هجمة سيبرنية ثم تتفسخ أهم الأسباب اللي نجمو نحطوها وراء الهجمات هذية هي ما هيش بمعزل عن المجتمع والعالم الحقيقي العالم الحقيقي هو بدون القاوة في العالم الافتراضي والصور النماطية ونسبة الأدوار النماطية وستوريوتيبية للإنسان نلقاها هي بيدة في العالم الافتراضي بمعنى أنه وقت اللي مرأة تخرج وتعترايها في قضايا سياسية أو مجتمعية أو اقتصادية كم التعليق اللي قينها من سبيل أنت اشتفى منه شدارك والبلاستك الكوجينة وإلى غير ذلك هو اللي الطاغي واللي هو بيدو نلقاها في المجتمع دونك هذية ممكن مشكلة عقلية عقلية ذكورية هي اللي تقف وراء الهجمات هذية وأيضا فما زيدا مشكلة الإفليت من العقاب وهو واحد من الأسباب كما نلقاها في العالم الحقيقي نلقاها زيدا الوقع عن طاعه في العالم الافتراضي وقت اللي ما يكونش فما عقاب للأشياء هذية سفادوا سوابش فما يكون فما تميدي بناء على الدراسة هذية كنا جاءنا نخرج بكلكو توصيات ممكن أهم واحدة فيها هي تقنين جريمة العنف الرقمي المسلط ضد نساء كما نعرف كون القانون عدى 58 سنة 2017 متعلق بمنهات العنف ضد نساء في تونس ما تحدثش على العنف الرقمي كيحكي على أنواع العنف الكل دونك يظهر لي اليوم جاي الوقت اللي يلزم ندرجو العنف هذية كشكل من أشكال العنف اللي تتعرض له إنساء وبالتالي نرفقوه بالعقوبة اللي يزمع لي على خطر رول هنا من نجموه ما نقولوش هذية افتراضي ويقف حد الافتراضي ولكن رو قاعد يمر إلى الواقع التهديدات تمر إلى الواقع دونك كذولي أهم توصية هي إنه انقنوا الجريمة هذية ونرفضوها بعقوبة وخاصة انتبقوا القانون كي تجي فيه وأيضا يلزم يكون فما وحدة لرسط الجرائم العنف السيبرني هذية المسلط على الناشطات وأهم شيء لنجموه نحكيوه بش نجموه نخدموه على العقليات يدهول يوقيت إنه ندرجو محاربة العنف القائم على نوع الاجتماعي والعنف الرقمي القائم على نوع الاجتماعي في المناهج التربوية بش نجموه نخدموه على الناشئة بش نشئة غدوة تكون خير من الموجود تقوى اشتركوا في القناة